مرة ما لا ينضم إلينا سيد إبراهيم الحمى ناطق باسم الحكومة الفلسطينية بعد التحية سيدي منظمة التحرير الفلسطينية تضع آليات لإلغاء جميع الاتفاقات المبرمة مع الاحتلال هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها هكذا التصريحات ما مدى جدية السلطة هذه المرة أقصد هنا لم ينفذ ذلك حتى مع ضم القدس الشرقية إلى إسرائيل هل من المعقول الآن أن تنفذ هذه التصريحات أو هذه الآلية لهدم 15 منزلا؟ أمام عملية تطهير عرقي هي الأكبر منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية عام 67 وأمام أولى صور الازدهار التي وعدت بها ورشة المنامة بتقديم المليارات للشعب الفلسطيني هذه الصور التي شاهدتموها الازدهار بالتفجيرات وبأسنان الجرافات نعم القيادة الفلسطينية وسيد الرئيس محمود عباس وأمام هول المشهد الذي ترونه أمامكم بأكبر عملية تطهير انزياح عملية إزاحة للسكان تغيير ديموغرافي وجغرافي للسكان في منطقة القدس المواطنون الفلسطينيون الآن يفترشون الأرض يلتحفون السماء عشرات الوحدات السكنية والشقق التي تم تجريفها وهي تستمد هذه العملية من التغريدات للمسؤولين الأمريكيين الرئيس الأمريكي البطانة التي تحيط بالرئيس الأمريكي التي تعتبر المستوطنات أحياء سكنية وتعتبر الأراضي متنازح عليها نعم أمام هذه الإجراءات غير مسبوقة ستكون هناك إجراءات أيضا وردود فعل غير مسبوقة من حيث المواقف السياسية التي تتوجه للجهات الحقوقية الدولية ولمجلس الأمن الدولي كما طلبت القيادة عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي وبالجهة الأخرى عمليات التصدي على الأرض ستكون بالصمود والتصدي لمواجهة كل أشكال الغطرسة والقوة العمياء طيب ما هي آلية تنفيذ هذه القرارات إلغاء الاتفاقات المبرمة مع الاحتلال طيب هل لديكم أي حلول أخرى تتزامن مع الإلغاء ما هي الخيارات الآن أمامكم وأمام الشعب الفلسطيني المواجهة هذا خيار منذ انطلاق الثورة المواجهة اليومية الدائمة لكل الإجراءات غير الشرعية خيار الصمود نحن أهل الأرض نحن عجول الأرض نحن السكان الأصليون للأرض لن يرهبنا هذا الذي يجري من عمليات تفجير الصمود والتصدي والمواجهة وتقديم التضحيات هو خيار الشعب الفلسطيني وهذه رسالة للأمة العربية لوقف أي إجراءات تطبيعية أمام مشاهد الازدهار التي ترونها أمامكم هذه رسالة لكل من خدعته كل تلك التصريحات لكي لا يذهب بعيدا لعمليات التطبيع الشعب الفلسطيني واجه في الماضي ويواجه حاليا ويعرف أنه سيواجه في المستقبل كل أشكال الغطرس العمياء بصموده وبصبره وبتحديه لكل تلك الإجراءات الإسرائيلية المناقضة للشرعية الدولية طيب بإلغاء التعامل وتطبيع مع إسرائيل هل هناك أي تنسيق مع أطراف إقليمية أطراف دولية بهذا الشأن؟ بالتأكيد نحن لدينا مجتمع دولي يتبنى قضيتنا ولدينا اعتراف دولي كبير ليست الولايات المتحدة هي التي تتحكم بمصير العالم هناك أصدقاء في العالم ولدينا الأشقاء العرب الذين يشاهدون اليوم أسف سيدي لكن ما الذي قدمه المجتمع الدولي منذ بداية الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية للشعب الفلسطيني وللأراضي الفلسطينية خاصة مع اتساع رقعة المستوطنات وأيضا الانتهاكات التي نراها بين الحين والثاني من الاحتلال رغم أن القرارات لم تنفذ بفعل الفيتو وغطرسة القوى الإسرائيلية لكن هذا لا يلغي أهمية هذه القرارات المجتمع الدولي يتبنى إنسانيا وأخلاقيا وسياسيا الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني إسرائيل تبدو معزولة أمام المجتمع الدولي إلا من دعم أمريكي لكل غطرستها وقوتها العمياء هي معزولة أمام المجتمع الدولي وتتكئ على قوة وتتكئ على دعم لإدارة أمريكية تسيء للقيم الأمريكية وتسيء للحقوق الشرعية الدولية هذا لن يدوم نحن سكان الأرض الأصليون وسندافع عن أرضنا برموش عيوننا ووجع معاناتنا ونزف جراحنا هناك السكان لن يغادروا هذه البيوت التي هدمت سيقيمون خيامهم فوق أنقاض بيوتهم والحكومة توفر بتعليمات وتوجيهات من سيادة الرئيس محمود عباس توفر كل متطلبات الصمود لكل الأصحاب البيوت المهدومة